الله يعني قبل ما رحب بيك بصراحة يعني أنا تهتم على الأرقام وسرحت كده كم كبير يعني الأرقام كبيرة أوي صحيح نبعيد جدا جدا مع أن إحنا يعني لما تيجي تبص على أفريقيا مش بتكلم بس على مصر رغم أنه مصر تمتلك مش عايزة أقول أقوى لكن أقول واحد من أقوى الدوريات العربية والأفريقية وأبقى كده بظلم كمان الأندية المصرية لكن الحقيقة تكلم على شعبية وجماهيرية طغية تكلم على ملاعب وإمكانيات وبنية تحتية ما نقلش بصراحة على أقل عن أمريكا الجنوبية مش أقول لك أوروبا لكن ما نقلش عن تكلم على مواهب ولعبة كورة أنت الحقيقة يعني أفريقيا كلها والأهلي بشكل خاص على المستوى العالمي نتائجه مع معظم أبطال العالم زي ما الفرنسويين بيقولوا تاتات رأس برأس إيه اللي ناقصنا عشان يعني يبقى فيه جاب كبيرة كده معلش أنا بتاكت معك بسؤال صعب صحظك جي كده لا لا أكيد ما فيه شكة طبعا بس عيدة نور الدنيا أحمد وأهلا بيكم مبروك طبعا اللي تقول لنهاية الحمد لله طبعا ده يعني يمكننا شايف آخر سنتين ثلاثة بين الدولة المصرية متوجهة بشكل كبير جدا للرياضة وده يمكن بنية تحتية اللي على مستوى الرياضة في مصر يمكن بقالها سنتين أو ثلاث سنين أعتقد أنها ماشية بخطة ثابتة وده ظهر أكبر في استاد العاصمة بصراحة أن أنت تتبع عندك استاد ضخم شبا ده مع اللي بيدي الصورة بشكل كبير جدا واللي مشاره في مصر دايما هو النادي له طبعا دايما أرقامنا ممكن أكاد تكون بعيدة عن الدول التانية اللي حضرتك كلمت فيها لكن النادي الأهلي دايما هو اللي مشاره في مصر ودايما هو في المحافل الدولية بيبقى موجود دايما هو المنافس من أكبر الفرق سواء كاس عامل أندية أو على مستوى أفريقيا أو على مستوى الوطن العربي هو النادي الأهلي دايما حاصد للبطولات ويبقى ند قوي للفرق دي وده ظهر أكتر في أكتر من بطولة وكان طبعا من أهمها اللي بيشارك فيها دايما النادي الأهلي هو كاس عامل أندية وتلعب ريال مدريد، تلعب بايرن، تلعب برشلونا تلعب منشستر يونيتد دايما النادي الأهلي في المحافل الدولية بيبقى موجود أكيد